طيب هنروح لكرة اليد سيدات الدوري كان متوقف بدأ يعني كابتن محمد عادي الزولة يرفع الأحمال بشكل كبير عشان استئناف البطولة مرة تانية موقفنا ايه خلص الدور التمهيدي خلاص أربع فرق اللي موجودين هلعبوا دورتين مجمعتين الفرق دخل على مباراة عالية المستوى مباراة قوية مع النخبة زي ما بيقولوا في الدوري كل الفادة كله هنخش على دورة مجمعة أربع فرق مين الأربع فرق الأهل الزمالك الشمس سموحة ودول بالترتيب اللي خدوا المراكز الأهل خد في الترتيب في الدور الأول المركز الأول في التمهيدي الزمالك تاني الشمس ثالث سموحة الرابع هنلعب دورتين مجمعتين أول دورة مجمعة ان شاء الله يوم 20 21 22 في الشهر اللي احنا فيه والدورة مجمعة التانية 14 15 16 بإذن الرحمن في مارس القادم الدوري طبعا أو دوري المرتبط اللي كان نتيجه كان مع 2006 واللي خلص يعني من انبارح اللي هو دوري 2006 والترتيب زي ما قلت لحضراتكم جمع الفرقتين درجة أولى و2006 خلص بالترتيب اللي قلت لحضراتكم تاني أكرره على مسامح حضراتكم الأهل والزمالك والشمس واسموحة والدورتين مجمعتين واحدة هتبتدي 20 21 22 في براير اللي احنا فيه والتانية هتبقى 14 15 16 مارس اللي بعد كده ودي يعني فاصل يمكن اسبوعين محتاج تركز فيهم 3 مباراة في 3 ايام حملة عالي جدا ولكن اتصور لما كابتن محمد عدل زولة عامل حسابه لهذا الحمل الكبير وعشان كده ومعلي الحمل التدريبي هو ده عنوان خبرنا رفع الحمل البدني للسيدات يد الأهل استعدادا لاستئناف دوري العمومي هو ده الخبر الأساسي انه بيرفع الأحمال عشان استئناف الدوري طيب ريتنا يعني مركزة انها تاخد البطولات عندنا دوري وكأس مهمين عندنا بعد كده بطولة أبطال الكؤوس يعني عندنا مجموعة من البطولات اللي هنشارك فيها أو فريق السيدات زي ما شارك في أبطال الدوري مع فريق الرجال عندهم الفترة اللي جاء اشتراكات أخرى نتمنى التوفيق أكيد للجهاز الفني واللاعبات